لو جالك مريض وعنده وكان معاه نقص اكسجين فانت طبعا لازم تدي له اكسجين فطبعا كلنا عارفين ان احنا لازم نخلي بالنا واحنا بندل هذا المريض الاكسجين بتاعه وبنحاول على قد ما نقدر ما نرفعش الاكسجين بتاعه عن من 88% ل 92% وكلنا عارفين ان احنا لو زودنا الاكسجين اكتر من كده ده ممكن يزود ثاني اكسيد الكربون في جسمه ويدخله في مشاكل كتير بسبب زيادة ثاني اكسيد الكربون زي مشاكله طبعا على المخ والاعصاب الليثرجي ممكن يدخل في كومة وممكن تحدث الوفاة بالسبب زيادة ثاني اكسيد الكربون ودي معلومة اكيد كلنا عرفناها او سمعناها ان اي مريض عنده سي او بي دي لما بنيجي نديه الاكسجين بنخلي بالنا كده وما نديلوش اكسجين كتير طب ليه السبب ايه اللي يخلي زيادة الاكسجين في هذا الشخص يعمل زيادة في ثاني اكسيد الكربون الحقيقة ان في نظرية مهمة بتقول ان مريض سي او بي دي ده مريض مزمن وبيكون عنده في اجزاء من الرئة اصبح فيها مشاكل ولا تعمل بشكل جيد الفنتليشن بتاعها مش كويس يعني قدرتها على تبادل الغازات مش كويس والرئة كرد فعل منها بيحصل لهذه الاجزاء حاجة اسمها هيبوكزك فازو كونستريكشن يعني انقباض الاوعية الدموية اللي بتغزي هذه الاجزاء المصابة وبالتالي البرفيوجن بتاعها يقل الدم اللي رايح لها يقل لان هي مش بتشتغل بشكل كويس وبكده الدم اللي رايح للاجزاء السليمة يزيد يبقى ندي فرصة للاجزاء السليمة ان هي تشتغل بشكل اكبر عشان على قد ما نقدر نوصل اكسجين كويس للجسم وناخد منه ثاني اكسيد الكربون نتخلص منه لكن هذا المريض اللي عنده سي او بي دي لما نديله اكسجين كتير الهايبوكزي اللي عنده بتروح وبالتالي الهايبوكزي كفازو كونستريكشن اللي كان حاصل ده بيختفي ويبدأ البرفيوجن والدم يروح لهذه الاجزاء المصابة على حساب الاجزاء السليمة والاجزاء المصابة دي الفنتليشن اللي فيها مش كويس مش هتعمل تبادل الغازات بشكل كويس والديتس بيس هيزيد والاجزاء السليمة اللي كان بيجي لها دم كتير الدم اصبح فيها قليل وبالتالي يتراكم ثاني اكسيد الكربون في جسم هذا الشخص بسبب الاجزاء المصابة اللي جالها بيرفيوجن كتير ده وهي مش قادرة تتخلص من ثاني اكسيد الكربون والطريقة دي اسمها يعني معناها كده البرفيوجن والدم رايح لاجزاء كتير غير قادرة على تبادل الغازات وده هو السبب الرئيسي في المشكلة دي ان عياني سيو بي دي لما تدي له اكسجين كتير ممكن ده يسبب زيادة ثاني اكسيد الكربون عنده لكن في سبب كمان كده بيمثل حوالي خمسة وعشرين في المية من زيادة ثاني اكسيد الكربون ده بنقول عليه هالدين افكت وده بكل بساطة معناه ان الهومجلوبين المحمل بالاكسجين الافنيتي بتاعته او القدرة بتاعته على الارتباط بثاني اكسيد الكربون بتقل فاحنا الشخص بتاعنا دينا له اكسجين كتير والهومجلوبين بتاعه اصبح محمل بشكل كبير قوي بالاكسجين فقدرته على الارتباط بثاني اكسيد الكربون تقل وبالتالي نسبة ثاني اكسيد الكربون تزيد في الدم حاجة بنقول عليها يبقى هم دول اهم سببين كان في زمان نظرية بتقولك ان الشخص الطبيعي السنتر بتاع التنفس في المخ بتاعه معتمد على حاجتين اتنين يعني لو الاكسجين بتاعنا قل السنتر دا يشتغل اكتر عشان يجيب اكسجين اكتر او لو ثاني اكسيد الكربون في اجسامنا زاد برضو السنتر دا يشتغل بشكل اكبر عشان نتخلص من ثاني اكسيد الكربون وبيقولك ان مريض COPD دا مريض مزمن وبيكون في زيادة في ثاني اكسيد الكربون في جسمه بشكل كده ايه معتاد فالهايبر كابنيك درايف اصبح مش شغال جسمه اتعود على زيادة ثاني اكسيد الكربون وأصبح معتمد فقط على الهايبوكزيك درايف أو على نقص الأكسجين عشان يصار ويشتغل بشكل جيد فأنت لما تدي له أكسجين كتير الهايبوكزيك درايف ده هو كمان هيقل وبالتالي معدل التنفس بتاعه يقل ويحصل تراكم زيادة في ثاني أكسيد الكربون لكن النظرية دي طلعت مش مؤسرة ومش هي السبب والنظريتين اللي في الأول هما السبب ودمتم في أمان الله